لما كنت طالب في الثانوية عامة كنت بحب التكنولوجيا جدا التكنولوجيا بشكل عام كنت بحب الكمبيوترز كنت بحب الكاميرات كنت بحب الموبايلات أي حاجة لي علاقة بالتكنولوجيا وكنت بحب أصلح الحاجات بشكل عام أي جهاز فيه مشكلة بحب أدور إيه مشكلة الجهاز ده وإيه عطله علشان أصلحه وكان نفسي جدا أن أدخل كلية هندسة وكان السؤال الأزلي اللي دايما بيخطر في بالي طول الوقت هو يا تاري هقدر حقق حيث يدخل كلية هندسة ولا مش هقدر وأنا كطالب أزهري ما كانش عندي غلطات تسانوية بس هي اللي شهادة فكان لازم أطحن نفسي جدا علشان أقدر أجيب المجموع اللي دخلني هندسة والمجموع ده كان حوالي 93% حاجة في الرنج ده بس السؤال بقى هنا تفتكر كان سهل علي كطالب في السن ده وأنا في أسرة متوسطة وعندي مشاكل أسرية زي أي حد وزي أي بيت مصري وكمان عندي مشاكل مع أصحابي وبقى مر بفترة مراهقة صعبة لأنه هو ده السن الصعب بالنسبة لي فهل في كل الزحمة دي هقدر أجيب المجموعة ده وهيبقى سهل علي أن أجيبه ولا هيبقى صعب ومع دخول موسمي اللي امتحانات كان عندي أمل أن أقدر أجيب المجموعة ده عشان أدخل الكلية اللي بأحلم بيها لحد بدخلت امتحان الفيزياء وأنا طول عمر بكره الفيزياء أنا ما بحبهاش بس الفكرة كلها أن كان عندي أمل قبل ما أدخل الامتحان ده إن أنا ممكن أعمل حاجة إن أنا ممكن أوصل وأجيب المجموعة اللي نفسي فيه بس أول ما دخلت امتحان الفيزياء ولقيت من المسائل صعبة ومعقدة ولقيت نفسي مش قادر أحل معظم أسئلة الامتحان ومسائله خرجت من الامتحان فاقد النطق ومش قادر أتكلم وأي حد بيتكلمني ما كنتش برد عليه لأن ببساطة حسيت أن خلاص حلمي بقى بعيد عني جدا وبقى صعب إن أنا أوصل له ومهما أوصف لك أنا كنت حاسس بإيه ساعتها عمرك وهتتخيل إلا لو أنت مريد بالموقف ده بنفسك لما خرجت من امتحان الفيزياء كانت الدنيا مقفلة قدامي وكنت حاسس إن خلاص الأمل اللي كان فضيلي خلاص راح وإن أحلامي خلاص مش قادر أوصل لها والدنيا كلها سودة ومقفلة في وشي بس في الحقيقة إن كل ده كان مش حقيقي كله كان من وحي خيالي أنا وكان جوه عقلي أنا وأكبر دليل يأكد لك على الكلام ده هو إن أنا ما كنتش متخيل نهائي إن يجي يوم أقف قدام الكاميرا بالمنظر ده وأقول لك أنت الكلام ده مش عارب بصراحة لكنت دخلت كلها اللي بحلم بيها وبقيت مهندس فعلا كان ده هيفدني وهيخليني أوصل للي أنا فيه دلوقتي ولا لأ بس اللي بقيت متأكد منه هو إن لو ما دخلتش كلها نفسك فيها دي مش نهاية العالم ولو ما تجوزش البنت اللي بتحبها وبتموت فيها مش نهاية العالم ولو ما اشتغلتش شغلانة اللي بتحلم بيها برضو مش نهاية العالم اللي بقيت متأكد منه دلوقتي هو إن كل حلم أنت بتحلمه وما بتقدرش تحققه بيكون نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في حياتك لأن بصراحة وببساطة أنت مش عارف الحاجة اللي أنت كان نفسك فيها والحلم اللي كان نفسك توصل له ده والهدف بتاعك كان هيساعدك حياتك تبقى أحلى ولا تبقى أوحش أنت بتسعى ومش عارف نتيجة السعي ده إيه فنصحت لك النهاردة اعمل اللي عليك وما تبصش وما تقسش نجاحك بنتيجك لأن انت مش عارف اللي أنت كان نفسك فيه ده هيبقى مفيد ولا لأ وتأكد أنه حتى لو كان مفيد وحلو ومهما كان مفيد وحلو في وجهة نظرك فإن ربنا سبحانه وتعالى اشعر لك الأفضل لأنك أنت سعيت والسعي لازم يتكافئ